هذا الطريق الضيق الوعر هو الطريق الوحيد المؤدي من وإلى الجانب الغربي من حلب الذي تسيطر عليه القوات الحكومية حتى وقت قريب لم يكن مسموحا للصحفيين دخول حلب وهذه أول رحلة تستطيع بي بي سي القيام بها إلى هذه المنطقة قبل الحرب كانت حلب أكبر المدن السورية ومركزها الصناعي لكن منذ بداية الحرب عام 2012 دمر المكان بشكل كبير وقتل كثيرون يقدم برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة كميات كبيرة من الإمدادات لحلب وفي غرب المدينة وحدها يقدم البرنامج طعاما لأكثر من 750 ألف شخص اضطروا لترك منازلهم تحول الدور تحت الأرضي لأحد المساجد إلى مخزن كبير ومركز للتوزيع وهذا هو المطبخ الذي أقامه برنامج الغذاء العالمي الذي يعتزم تقديم ما يصل إلى 48 ألف وجبة يومية يقدم حاليا حوالي 10 ألف وجبة حيث يقيمون مطابخ أخرى في ملاجئ النازحين ويهدفون لتقديم السعرات الحرارية التي تكفي هؤلاء الذين يتناولون هذه الوجبة الوحيدة طوال اليوم والتي تمنعهم من الموت جوعا في هذا الشارع المظلم نسمع أصوات الموالدات التي تعمل إذ لا وجود للطاقة كما نرى عبر هذه النوافذ هناك مخوف كثيرة في المدينة من التعرض للقتل وحتى من المستقبل فإلى متى ستستمر الحرب ومعها تلك الأوضاع لا توجد عملية سياسية داخل سوريا ولا دبلوماسية خارجها لمحاولة إنهاء الصراع وإذا لم يحدث تغيير جذري عسكري واستراتيجي على الأرض فلن يكون هناك سوى حرب طويلة لن يكون هناك سوى حرب